السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء طلاب grade 6 على وسلام بكم النهاردة ان شاء الله هناخد lesson number 2 من مادة الاي سي تي title lesson number 2 بيقول computer network devices يعني تقريبا كده اسمها شبكات الكمبيوتر او اجهزة شبكات الكمبيوتر طيب اول حاجة بيكلمني عن تعريف للكمبيوتر وبيقول لي they are electronic devices that create process store information يعني اجهزة الكمبيوتر دي تعتبر هي اجهزة الكترونية تنشئ المعلومات وتعالجها وتخزنها عشان لو جه في الامتحان وجاب لك تعريف وقال لك ده تعريف صح ولا تعريف خاطئ فهو الكمبيوتر عموما بتبقى they are electronic devices that create and process and store information الكمبيوترز ليها chips ليها اشكال كتير منها number one desktop computer المكتبي او اجهزة الكمبيوتر المكتبية اللي هو عبارة عن الكيس والمنتر والكايبورد والماوس فده بنسميه الشكل ده بنسميه desktop computers طيب عندنا number two laptop laptop ده النوع التاني او chip number two laptop وكلنا عارفين طبعا شكل اللاب توب زي ما موجوده قدامنا في الصورة كده الاجهزة number three اللي من الشيبس الكمبيوتر او الاشكال الكمبيوتر number one فيها smart phones ده شكل من اشكال الكمبيوتر portable المحمولة الاشكال الكمبيوتر portable number two في الكمبيوتر portable tablet اللي هي الجهاز اللوحي او tablet زي ما احنا عارفينه وهي عندنا كمان حاجة اسمها electronic readers electronic readers اللي هي القراءات الالكترونية اللي بيستخدمها detrimention وهي بتساعد الناس ان هي ممكن تقرالك اللي موجود على الشاشة من غير انت ما تقرأ بتسمعه لك هي بصوت عالي عشان كده هما سموها electronic readers يبعرفنا شيب الكمبيوتر الدسكتوب كمبيوتر واللابتوب والموبايل ديفايس او ممكن نسميها portable device اللي هي smart phones والtablet والe reader او electronic readers طيب بعد كده نخش على بارت جديد وهو computer network وهنا بيقول لي it connects computers with each other to share information شبكة computer network اللي هي شبكة الكمبيوتر وشبكة الكمبيوتر دي بتبقى عبارة عن او هي اللي بتربط اجهزة الكمبيوتر ببعضها البعض عشان تعمل share information يبقى it connects computers with each other to share information ولو ناخد بقى انا في الصورة البكتشر الموجودة قدامنا دي هلأ عندنا حاجة اسمها server حاجة اسمها modem حاجة اسمها router و الهب والبورت و اكسس بوينت سويتش هتلاقي فيه حاجات كلام كتير موجود في الصورة كده انت ممكن يبقى جديد عليك خالص ما تسماتش عنه يعني ممكن اسأل حد فيك وقولك تعرف ايه عن المودم هتقول لي مش عارف حاجة او server او switch او الهب او الراوتر الحاجات دي كلها تعرف عنها ايه الجزئة اللي بعد كده منقول making connection انشاء اتصال وعندي نوعين من الاتصال او connections wired network wireless or wifi network وهنا wired network اللي هي الشبكة السلكية لما اجي اعمل شبكة شبكة كمبيوتر ووصلها ببعضها البعض او وصل مجموعة اجهزة ببعضها البعض اول نوع ممكن استخدمه wired network و wired network يعني المقصوب بيها ان انا عملت الشبكة باستخدام cables slack او cables it uses physical wiring and cables which are plugged into holes on devices called boards يعني منستخدم الاسلاك والكابلات عشان نوصلها بالفتحات او boards اللي موجودة في الاجهزة او هنعرف بعد قدام شوية يعني ايه boards بالظبط number two من connections اللي ممكن اعمله wireless or wifi network وهنا بيقولي ان ده devices can be connected without warning by using radio waves or wireless or wifi يعني هنا بيتم توصيل الاجهزة بدون اسلاك او كابلات وبيستخدم موجات الوايف او موجات الراديو اللاسلكية او ممكن يستخدم طبعا الواي فاي تمام؟ جميل قوي يبقى احنا عرفنا ان عندنا نوع من ال connections نوعين من ال connections wired network و wireless network طيب بعد كده بقى هندخل على ان احنا مش فاكينين الصورة اللي مات شوية اللي قلتلكوا ده فيها كلمة مودم وفيها كلمة سيرفر وفيها switch وفيها hub و حاجات كده طيب هنا بيقولي ان اجهزة الكمبيوتر بتحتاج الى اجهزة كتير عشان تعمل عملية الاتصال على الشبكة وتنقل البيانات computers need different network connection devices to transfer data عشان تعمل connect build devices وتعمل transfer data محتاجة خمس حاجات number one server يعني خادم server او خادم a computer which provides service to other computer يعني الخوادم او السيرفرز بتعتبر هي عبارة عن جهاز كمبيوتر بيوفر خدمات لاجهزة كمبيوتر اخرى a computer which provides service to other computer يعني جهاز كمبيوتر بيوفر خدمات لاجهزة كمبيوتر التانية they have large amount of data storage that exists either as hardware or on the internet طيب الخوادم او السيرفرز اللي موجودة عندي ديت بتحتوي على كمية كبيرة من ال data large amount of data كمية كبيرة من البيانات اللي بتبقى متخزنة على ايه على الاجهزة نفسها او ال hardware نفسه او على الانترنت طيب دي number one من الاجهزة اللي انا اللي جهاز الكمبيوتر بحتاجها عشان يعمل اتصال ونقل بيانات اول حاجة فيها كانت السيرفر بعد كده عندي تاني حاجة المودم المودم دوت حاجة مهمة بالبلد كده عشان تحولي الاشارة اللي جايلي من خط التليفون الارضي الى اشارة رقمية عشان جهاز الكمبيوتر بتاعي يفهمها يبقى المودم الاول كده a device that connects a local area network LAN to the internet ال local area network دي شبكة محلية شبكة كمبيوتر محلية بنسميها LAN وLAN دي اختصال لي local area network ودي بتوصل الاجهزة بتاعتي بالانترنت طيب تاني حاجة في المودم it converts the signal from the internet service provide والانترنت service provide ده اللي هو ISP او مزود خدمة الانترنت وده بيبقى جاي منين جاي من الشركة اللي انت بتعاقد معاها عشان توصل لك نت عندك في البيت بتدفع لها فلوس وبتديك حاجة اسمها ISP او مزود خدمة الانترنت او internet service provide and transforms a signal into a digital signal that can be read by devices يعني زي ما لسه كنت بقول ان هي بتحول المودم بقى دوت بيحول الاشارة من مزود خدمة الانترنت الى اشارة رقمية تقدر الاجهزة ان هي تقراها او تفهمها this is used to connect users to the internet يستخدم المودم عشان يربط الـ users المستخدمين بالانترنت بيستخدم المودم عشان يربط المستخدمين بالانترنت طيب عندي بعد كده حاجة اسمها الراوتر او الموجه الراوتر نفسه الراوتر دوتو احنا خدناه قبل كده وقلنا ان هو عبارة عن جيتاوي بوابة جيتاوي بوابة يبقى يعمل بمثابة بوابة وبيربط بين المودم والشبكات المختلفة الراوتر ده عبارة عن بوابة بتربط بين المودم ومختلف الشبكات طيب نمبر سري الهبس ده جهاز الهبس اللي موجوده قدامنا ده كده هو ده جهاز الهب او اللي هو بيوزع او بيعمل بنعمل عن طريقه شبكة It allows wired device to connect to a network يعني بيتيح للاجهزة السلكية اللي تصل بشبكة ماء اهو انا ببدأ اوصل اوصل كابلات النت هنا اللي وصله بين الاجهزة وبين الجهاز دوت والجهاز دوت بيتوصل بالجهاز الرئيسي They pass information to all the device on that network يعني تنقل المعلومات الى الجميع الاجهزة الموجودة على الشبكة من خلال المنافذ او البورتس الموجودة هنا This can make them very slow بس هو جهاز بطيء جدا ليه عشان As there is a lot of information moving around So hub are unintelligent يعني ده مش جهاز ذكي ليه الهب او الموزع ده مش جهاز ذكي علشان بين الكمية كبيرة من المعلومات في وقت واحد لكل الاجهزة علشان كده هو مش جهاز ذكي بيبقى بطيء علشان بين الكمية كبيرة من المعلومات للاجهزة اللي وصله عليه فده الهب مش جهاز ذكي جهاز بطيء طيب عندي بعد كده ال switches اللي هي المحاولات وده على عكس الهب شوية هي نفس الشغل التاحها ولكن ده بتستحمل كمية اكبر من الايه كمية اكبر من الاجهزة المتصلة بيها لان المنافس بتاعتها اللي تاخد بالك كتير جدا مختلفة عن الهب It works in a similar way to a hub يعني تعمل بطريقة مشابهة للموزع زي ما كنت لابقول او اللي هو الهب But they can send data To a specific device over a network ولكن تقدر ان هي ترسل بيانات او معلومات الى جهاز معين على الشبكة انما الهب ما يقدرش يعمل كده انما ال switch يقدر يعمل كده انا عايز ابعت ملف بيانات لجهاز رقم اربعة بس فهب ابعته له هو بس انما لو انا متصل او عمل الشبكة ديت بالهب مش هينفع طبعا لازم ال switch هو الوحيد اللي يقدر انه يبعت او يتحكم في جهاز واحد من الاجهزة الموجودة على الشبكة انما الهب لازم يتحكم في الاجهزة كلها مع بعض which help to make connections easier and faster this connects to a specific device within a signal network so switches are intelligent اهو ذلك يساعد في تسهيل التواصل واسرعه عشان انا بقدر ابعت لجهاز واحد وكمان المحاولات او switch زيت من الاجهزة الزكية number 5 port اللي هي المنافذ شايفين الاماكن دي كلها دي كلها كده بنسميها ايه بنسميها بورت او منافذ يعني ده كده ضهر او الخلفية بتاعت جهاز كمبيوتر ده منفذ الصوت دي كلها منافذ الصوت اهيه ده منفذ HDMI ده منفذ كابل شاشة دي كلها كده منافذ USB عشان نحط فلاش او حاجه ده الكارت اللان او اللي موصل من على النت ده كده منفذ قديم كان بيستخدمه للطباعة طبعا كلها دي كده اسمها بورتس او منافذ this is where input and output devices are connected to the devices يعني انا اقدر من خلال البورتس اللي موجودة هنا دي كده او اين كان البورتس دي موجودة فين اقدر ان انا اوصل input او output devices يعني اوصل طبعة او اوصل ماوس اوصل كيبورد من خلال المنافذ دي تمام احنا عرفنا ايه هي البورت الجزية الاخيرة في lesson number two بيتكلم عن artificial intelligence اللي هي الزكاية الاصطناعي او artificial intelligence AI is a machine's intelligence that can be used to problem solve الزكاية الاصطناعي ده زكاية اله يقدر انه هو تستخدم الزكاية ده عشان تحل المشكلات يبقى الزكاية الصناعي زكاية اله يمكنك من خلاله حل المشكلات طيب example of AI on your devices يعني عندنا اربع حاجات examples على AI او artificial intelligence اول حاجة عندي navigation الملاحة او الابحار الملاحة او الابحار ان انا اقدر استخدم navigation للبحث على جوجل مثلا ما هو ده من navigation او الابحار على الانترنت voice ريكي جونشان او التعرف على الصوت من خلال الAI انه اقدر ان انا ادي له مثلا تيكست واكتب له تيكست على الموقع بتاع الAI ويبدأ هو يطلع له تيكست ده او يحولهولي الى صوت بيقرى الكلام اللي انا كتبه virtual assistance اللي هي المساعد الافتراضي والهولوجرام والهولوجرام which is 3D image that you can see without the use of special glasses or equipment يعني الهولوجرام دو دي صورة ثلاثية الابعاد تقدر ان انت تشوفها من غير ما تلبس special glasses او الموادات بتاعتها يعني من غير ما تلبس نظارة من غير ما تلبس اي حاجة توضح او تخليك تشوفها تقدر انك تشوفها عادي بعينك المجردة كده وتبدأ تعرف ان ده هولوجرام مش حاجة حقيقية ده هولوجرام والهولوجرام لو تاخد بالك في الصورة دي كده ده اشعة طلعة هي من هنا كده ده اشعة ولكن مبينالك رسمالك كده في وشك شكل ديناصور ديناصور انقرض فانت عايز تشوفه او حد توفى عايز تشوفه فبتبدأ عن طريق الزكاة الاصطناعي او الهولوجرام تعمل الصورة بتاعته وطلعها بالشكل ده واكن حاجة ظهرة والدامك حقيقية ولكن هي في الحقيقة فعليا مش حقيقية تمام فده الهولوجرام بشكل بسيط جدا بكده وصلنا لنهاية الدرس بتاعنا ولكن عندنا مجموعة السئلة طبعا ما تنسوش تجاوب عليها وتسيبها في تعليق تحت الفيديو وللاسف ساعات اليوتيوب نفسه هو بيحاول الفيديو ان فيديو مخصص للاطفال فبالتالي بيقفل عليه التعليقات فلو لقيت الموضوع وكده ممكن تسيب الإجابات بتاعتك على التليجرام ودائما بسيب في سندول وصف تحت الفيديو اللينك التليجرام او ممكن من اي مكان على السوشال ميديا من الاكاونت بتوعي ممكن تبعتلي الإجابات مفيش اي مشكلة اتمنى لكم التوفيق واستنونا ان شاء الله في لسون نومبر 3 في لاسف اتمنى وكل ممتز وبطاق ترجمة نظر سيدة سيدة سيكون سيدة شكرا